أكد نادي الأسير الفلسطيني أن نحو ألف أسير من مختلف سجون الاحتلال والفصائل سيبدأون يوم غد الخميس إضرابا عن الطعام مشيرا إلى أن إدارة مصلحة السجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى لا إله إلا الله أنا الأسير قررت الخوض في إضراب مفتوح عن الطعام بناء على قرار داخلي حتى تحقيق كافة المطالب التي تم تقديمها هذه الرسالة التي أرسلها كل أسير إلى إدارة السجن اليوم عشية دخول ألف من الأسرى في الموجة الأولى من إضراب مفتوح عن الطعام معنى الرسالة أن الأسير بات يمتلك حق تقرير مصيره في الحياة أو الموت ويمتلك السلطة اللازمة لذلك بعد أن ظن السجان أنها ملك له وحده وبذلك تتحطم غاية السجن ألا وهي السيطرة على الجسد بل رقابة والضبط والنفي وهندسة حق الأسير الوجودي والقانوني والمعنوي الإضراب المفتوح عن الطعام أو معركة الأمعاء الخاوية هي امتناع المعتقل عن تناول المواد الغذائية كافة باستثناء الماء والقليل من الملح وهي خطوة نادرا ما يلجأ إليها الأسرة لما يترتب عليها من أخطار بلغت حد استشهاد عدد منهم وهم يلجأون إليها في هذا التوقيت بعد نفاذ الخطوات النضالية الأخرى جميعها وبعد عدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين إدارة السجون واللجنة النضالية التي تمثلهم لكن القراءة التاريخية للحركة الأسيرة الفلسطينية تشير إلى أن الأسرة لم يحصلوا على أي من حقوقهم الأساسية داخل سجون الاحتلال إلا عبر معركة الأمعاء الخاوية معركة الإرادة والتصميم معركة الحرية أو الاستشهاد سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة عشرات الإضرابات الجماعية كان أولها في سجن نابلس مطلع العام 1968 واستمر لمدة ثلاثة أيام بينما كان آخرها في نيسان من العام 2017 واستمر لـ 42 يوما كذلك شهد العقد الأخير ولادة الإضرابات الفردية التي نفذها أسرى إداريون رفضا لاعتقالهم المخالف للقانون الدولي الإنساني أطلقها الشيخ خضر عدنان في نهاية العام 2011 وها نحن اليوم نشهد رحاها في صمود نستوري يسطره الأسير خليل العواودة منذ ما يقارب الستة أشهر شعبنا العظيم أيها الشعب الفلسطيني المرافض الأشم كل الاحترام لكم تظل بطولات معارك الأمعاء الخاوية وحكاياتها المؤلمة تسكن الذاكرة وتتناقلها الألسن بين من عاشها بالأمس ومن لا زالوا يصنعون حكاياها حتى اللحظة تبقى تضحيات هؤلاء شهدا حيا على نضالات الحركة الأسيرة ورفض الأسر السياسيين الإنصياع لحكم الأمر الواقع أو التسليم به من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا مجددا يعيد الاحتلال إقرار مخططات استيطانية كانت قد جمدت خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية آخرها مخطط لبناء وحدات جديدة في القدس وآخر في منطقة بيت لحم مخطط بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة عنوان جديد لسباق الاحتلال الانتخابي حيث تم الإعلان عن بناء 700 وحدة على أراضي بلدة بيت صفافة وذلك ضمن مخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل نلمس أن هناك استهداف واضح للمواطن، للأرض، للممتلكات وبالتالي يأتي في سياق وارتفاع وطيرتها في هذه الفترة كلما اقتربنا إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية فبالتالي يحاول الاحتلال المصادقة على مخططات هيكلية أو وحدات استيطانية جديدة وخصوصا في منطقة القدس كي يكسب مزيد من الأصوات من الناخب الإسرائيلي فبالتالي كل ذلك يأتي على حساب المواطن الفلسطيني كل ذلك مرفوض من طرفنا وهي دعوة إلى المجتمع الدولي للتحرك لإقاف كل هذه الانتهاكات والاعتداءات التي يكون بها الاحتلال الإسرائيلي تحايل على المجتمع الدولي من جهة وعلى الإدارة الأمريكية من جهة أخرى فالاحتلال وخلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأراضي الفلسطينية جمد عشرات مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والواقع يشير إلى عكس ذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتأجيل المصادقة على مجموعة من المخططات الهيكلية لبعض المستعمرات الإسرائيلية في منطقة القدس تحايلت سلطات الاحتلال على المجتمع الدولي وتحديدا بعد زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة قامت بتأجيل المصادقة ويبدو أنها في الجلسة القادمة للجان الاستعمار الإسرائيلي في الفترة القادمة ستكون بالمصادقة تهدف هذا النوع من المصادقات على إجراء توسعة للمستوطنات القائمة في منطقة القدس وتحديدا على أراضي المواطنين في منطقة صورباهر وبالتالي تكون هذا النوع من المصادقات بعزل التجمعات الفلسطينية وإفساح المجال للتوسع الاستعماري لهذه المستوطنات القائمة في الوقت ذاته أعلن الاحتلال أيضا عن مخطط لتوسيع مستوطنة قيلو المقام على أراضي بلدة بيت جالة من خلال بناء 1250 وحدة جديدة إضافة لبناء شبكة طرق وبنية تحتية ومتنزهات ومناطق تجارية من مدينة رمال المحتلة محمد إحسان رؤية وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل عن المعتقل الفلسطيني خليل عواودة وإعلان تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتعليق سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ الثاني من تشرين الأول من عام الفين واثنين وعشرين وننتقل إلى العراق والتي أعادت الحياة فيها إلى طبيعتها بعد مواجهات مسلحة دامية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد فيما تستمر الأزمة السياسية في البلاد ومثلت المواجهات التي أسفرت عن مقتل ثلاثين شخصا وإصابة المئات قمة الخلافات والانقسامات السياسية منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول الفين وواحد وعشرين والفشل في اختيار رئيس وزراء جديد وانتخاب رئيس جمهورية جديد من قبل البرلمان وقال الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب متلفز إن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا من السجال أو عن السجال السياسي أو التصادم والتناحر أثارت وفاة ميخايل جورباتشوف آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عن واحد وتسعين عاما سيلا من الإشادات في الغرب لدوره الحاسم في إنهاء الحرب الباردة ومعركته من أجل السلام وفي المقابل صدر نعي مقتضب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشره الكريملين قال فيه إن ميخايل جورباتشوف سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم وأنه قاد البلاد خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد في بيان أو بيان بميخايل جورباتشوف معتبرا أنه قائد قل مثيله وأن لديه ما يكفي من الخيال ليرى أن مستقبلا آخر ممكن ومن الشجاعة أن خاطر بمسيرته المهنية بأكملها لتحقيق ذلك نافتا إلى أن النتيجة كانت عالما أكثر أمانا وحرية أكبر لملايين الأشخاص رغم إطلاق لبنان خطة لإعادة 15 ألف لاجئ شهريا إلى سوريا إلا أن هذه الخطة التي تعمل الحكومة اللبنانية على تطبيقها مع نظيرتها سوريا تواجه إشكاليات عدة منها الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين وتمسك مفوضية شؤون اللاجئين ببقائهم في لبنان رؤية زارت أحد المخيمات في البقاع اللبناني عفوا وعادت بهذا التقرير هم أطفال مخيم موسى في منطقة بر الياس في البقاع اللبناني لم يعرفوا وطنهم الأم سوريا فقد أطلوا على الحياة في هذه الخيم حيث يكويهم اليوم حر شهر آب وعائلاتهم تبحثوا بصعوبة عن سبل للعيش في لبنان الذي ترهقه الأزمات وترتفع فيه الأصوات المطالبة برحيلهم يعني غير بلد الواحد ما بيحمله خايفي من المعيشة نحن أكثر شيء والأمان إذا فيه أمان نرجع ليش ما بنرجع بلدنا هذا أنا ما بعرف الوضع غادة كيف يعني هون أفضل لي يعني هلأ مثل محمد لاجئون كثر لديهم مشاكل كثيرة ويرون في العودة انتحاراً أمنياً ومعيشياً هنا معاولين على الأمم المتحدة وعلى المهوضية هنا أكيد الغرار اللي هنا هنا أكيد ما يفي حدا رح يجع بالأوة كل واحد لازم برضا يتخاطر بده يرجع يرجع والما بده يرجع ما يرجع وكل واحد يعرف شو بي عنده نحن بأمان مظرين نحن نجحة ندحجة الخيم والشوب والشي ما بأمان قادر شوريا من غير ما تقولون رحنا على بلدنا أملنا أن نرجع لبلدنا عرفت عليه بس ما فينا هلأ يعني نرجع مشان أولادي ومشان أنا مخاوف اللاجئين السوريين تعززت مع تحريك لبنان ملف إعادتهم قبل أشهر وخرجت الخلافات حول خطة العودة من الدوائر المغلقة إلى العلن مع تبادل الاتهامات بالتعطيل والعرقلة ما وضع الملف في دائرة البزارات السياسية ربطاً بالملفات الداخلية الساخنة هذا فضلاً عن ضغوط المجتمع الدولي في هذه القضية وهنا تقول المتحدث الرسمي لدى مفواضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب لرؤيا إن لبنان حالياً لا يزال البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه وبالتالي تقع عليه مسئولية دولية كبيرة ولهذا فعلى دعم لبنان أن يستمر وأكدت حرب في رد على أسئلة رؤيا على أن نوايا اللاجئين في العودة ما زالت مرتبطة بعوامل تتعلق بالوضع في بلدهم الأصلي مشددة على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة وتقول المصادر الرسمية اللبنانية إن لبنان يستقبل حالياً أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري منهم 880 ألفاً مسجلون لدى المفواضية وأكثر من 400 ألف عامل إضافة إلى أعداد غير معروفة من الذين يدخلون ويخرجون عبر الحدود بطرق غير شرعية جوانا نصر الدين رؤيا